بعد إعلان النائب العام الليبي الصديق الصور الجمعة الماضي بدء التحقيقات في أسباب إنهيار سدي درنا شرقي البلاد جراء الفيضانات الكبيرة ومحاسبة المسؤولين أعلن مكتب النائب العام الليبي تحرك الدعوة الجنائية ضد 16 مسؤولا مكتب النائب العام الليبي قال إن النيابة العامة قررت أيضا سجن ثمانية من بين المتهمين الستة عشر بينهم رئيس هيئة الموارد المائية السابق ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية بدرنا البيان أوضح أن لائحة الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين في هيئة الموارد المائية شملت إساءة إدارة مهماتهم الإدارية والمالية وأسهمت أخطاءهم وإهمالهم في اتخاذ وسائل الحيطة في وقوع كارثة ضحايا الفيضان ما تسبب بخسائر بشرية واقتصادية كبيرة لحقت بالبلاد وبحسب البيان فإنه بعد تدقيق لجنة التحقيقات بالكارثة المشكلة من النائب العام للعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة أرسيل التابعة للنظام التركي من أجل تأهيل السدين اتضح أن مسؤولي إدارة الهيئة اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة التركية رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة وثبوت إخلالها بالتزامات العقد